في رؤية الفصول لازم ياخدوا بالهم بمعنى إيه؟ دلوقتي هتلاقي الجو مثلا بالنهار ممكن يبقى حر شوية وهو لبس خفيف ييجي بالليل يسر مع أصحابه أو إذا كان بيدخن أو بيقعد مع مدخنين وبالليل هيبقى برد شوية فهو ممكن ياخد نزلة النزلة دي ممكن تبقى كورونا وممكن نزلة خفيفة كورونا أو إنفلوانزة أو برد تزود الحساسية فيحصل بقى القفلة بتاعت التنفس من فوق لغاية الجهاز التنفسي ويحصل ممكن الناس اللي عندهم حساسية ممكن توصل بيهم بأزمة حاجة اسمها أزمة ربوية ربونا ما بيحبش كلمة الرابوي ده ربو دي إنما بتبقى أزمة حساسية ممكن نتنفسه يتقل ليه ما بتحبش كلمة الرابوي دكتر؟ أصلا قلت كتير قبل كده يعني أنا لما عندي واحد عنده حسية أنف نا بقول رابو أنفي آه لا فكلمة رابو دي كانت زمان قوي كلمة قاسية يعني قاسية جدا وهو كانت زمان الناس اللي عندهم بيقولك بجيب رابو من على سدري فكان دي أمراض معينة بتعمل زيادة في الإفرازات البلغمية وده بيقولك بجيب رابو من على سدري إنما الأزمة الحساسية مش كده خالص تمام إنما ما زالت في القموس كلمة الرابو شعب آه عادي يقولك أنا عندي رابو فيجيهم برد يقولي أنا عندي رابو أو اللي دي حسية أقول لي حسية ما تقلقش ما عندك شرب يفرح أوي يا سلام بالظبط الموضوع النفسي العامل النفسي مهم مهم العامل نفسي في كل حاجة عندك حق فإحنا داخلين في الوقت ده على زي أنا بقول طلبة السنوية والامتحانات أيوة وكمان طبعا ما عليش بقى الغلاء شوية فغضب عنينا طبعا تعرفت العالم كله في في الأزمة الاقتصادية فده بيعمل توطر عند أولئي الأمور أيوة والدروس الخصوصية وكل ده بيعمل عامل نفسي بيزود الحسية لأن الحسية ده مرض مناعي مريض الحساسية إيه أهم من النصائح الوقائية اللي نقوله له دلوقتي وخاصة بقى وإحنا عمليين نسمة يعني الحمد لله العصيفات طرابية مش هتجلنا بس فيه تقالبات جوية وكده وممكن تجير هو فعلا طبعا مع زي ما أقول كده دايما مع تقالبات الفصول وإحنا ندخلنا على فصل الصيف حاجة مهمة قوي التكييفات نعم ما عودش في يعني ما يبقاش التكييف مواجه ليا لازم لو الجو يعني حر قوي نعم الريش تبقى بعيد إنه إيه الاتجاه التكييف الاتجاه ما يبقاش قدامي ونايم قدامه وأنا جوه دافي وباخد الجو السائع ده فممكن يعور المنطقة دي والحسية تزيد تمام